موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الأخبار أهلا بكم بداية يشرع الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بداية من الاثنين المقبل السابع عشر جوليا حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية المصدر ذاته أضف أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ وتندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجدرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين يشارك وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي الخاميس بالعاصمة الكينية نيروبي في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي ينعقد في إطار التحضير للقيمة التنسيقية نسف السنوية وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية فإن الاجتماع سيتطرق لعدد من القضايا الهامة التي تعنى بالشأن الافريقي على ضوء التقرير المقدم من لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء كما سيناقش مجلس وزراء خارجية الاتحاد مواضع مرتبطة بالتسيير وبرامج الاتحاد الافريقي المختلفة على غرار الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة في خبر آخر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة الأحد المقبل أمام البرلمان في الرباط للتنديد بقمع المخزن للحقوق والحريات ولتأكيد صمودها ضد الهجمات التي يشنها النظام المغربي ضد التنظيمات الحقوقية والتضييق الذي يمارسه على نشاطاتها نظام المخزن يواصل تضييقه وحصاله على الحقوقيين والنشطاء الناقمين على سياساته القمعية التي ضاعفت من حدة الاحتقان في البلاد وجعلت الشارع ملاذاً وحيداً للتنديد بقمع الحقوق والحريات الفردية والجماعية بالمملكة بسياق ما تتعرض له الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية من هجمات وحملات ممنهجة لحرمانها من أبسط الحقوق تقاوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحصار المفروض عليها بدعوتها لوقفة احتجاجية لإبداء صمودها ضد الهجمات المخزنية اختار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ينظم وقفة للاحتجاج والمطالبة باحترام القانون وأساساً قانون الحريات العامة المنظمة للحق في التجمع وتظهر السلمي والحق في حريات الرأي وتعبير وتأسيس الجمعيات يوم الأحد السادس عشر جوليا أمام مبنى البرلمان تحت شعار تسع سنوات من التضييق والحصار صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية فيما تتشدق الحكومة المغربية بصونها للحقوق والحريات تنتهج مصالحها أساليب بائدة للتضييق على نشاط التنظيمات الديمقراطية أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تنظيم ندوة حول الفساد والتطبيع تحت الشعار مخاطر الحاضر وتهديدات المستقبل بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بمقاطعة الدار البيضاء على طلب استعمالها نفاجأ بإبلاغنا أن هناك حجزا سابقا للقاعة لتنظيم نشاط آخر وهو ما نعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل تنظيمات الديمقراطية وأنشطتها الحرمان من النشاط والتضييق ليس الأسلوب الوحيدة فالنظام المغربي واحترف أيضا في التشهير بالنشطاء وتسخير القضاء والإعلام ضدهما وحرمان التنظيمات والأحزاب من الدعم العمومي إضافة إلى الابتزاز والتهديد الذين طال الكثير من النشطاء والمنظمات في المملكة فر أزيد من عشرة ألاف وثماني مائة شخص من بينهم نساء وأطفال من عشرات القرى في جنوب غرب النيجر على الحدود مع بوركينفاسو منذ بداية جويليا بسبب هجمات يشنها مسلحون حسب ما أفادت به مصادر من هيئات إنسانية وسلطات محلية ووفقا لسلطات مقاطعة ساي فإن ألفا وخمسمائة وسبعين أسرة تضم أزيد من عشرة ألاف شخص أجبرت على الفرار من منازلها خلال الأسبوع الممتد ما بين الثالث والتاسع جويليا الجاري وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيامي في بيان صحفي أن هؤلاء الأشخاص يفرون من العنف الذي ارتكبه أو يرتكبه عناصر يفترض أنها تابعة للجماعات المسلحة غير الحكومية الموجودة في منطقة تيلا بيري وفي منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبركينفاسو ومالي في شأن آخر شدد رئيس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باطيلي على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توفقية وأن لا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات وقال باطيلي في بيان عقب اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالعاصمة طرابلوس قانى إن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية والأطراف الرئيسية لكي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية أعلن المبعوث الأمم إلى ليبيا عبد الله باطيلي عن اعتزامه إطلاق مصار جديد لإجراء الانتخابات في البلاد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة باطيلي في بيان اللهود على أطراف الليبية إلى الاتفاق على خارطة الطريق لإجراء الاستحقاقات في أقرب وقت ممكن واصفا مخرجات لجنة 6 زائد 6 بغير القابلة للتطبيق في اتجاهات مختلفة يتحرك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باطيلي لتسوية القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية التي حالت دون تهيئة ظروف إجراء انتخابات رئاسية طال انتظارها بعد المبادرة الأممية القائمة على ضرورة الخروج بتسويات نهائية لمكامل الخلاف في القوانين الانتخابية التي تعترضها عدة عوائق ومطبات بفعل ما قال عنه باطيلي إنه تعنت من الأطراف السياسية الليبية ورفض لتقديم تنازلات تفضل تنظيم الانتخابات باطيلي يطلق مسارا تفاوضيا يجمع بين المفاوضات وأوساط الحلول لقاءات بدأها وأخرى من المرتقب أن يعقدها مع عديد الأطراف يقول إنها قد تكون منفذا لتجاوز النقاط محل الخلاف بما يمهد لتنظيم انتخابات وطنية ناجحة أكدنا على أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة والشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي المجلس الرئاسي الليبي كان من السباقين لإبداء تأييده للمسار التفاوضي الجديد لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال لقاء جمع رئيسه محمد المنفي بباطيلي تناول لقاء الخطوات المنجزة من قبل المجلس الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية وأشد رئيس البعثة بأهمية قرار تشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والخطوات التي يسعى من خلالها المجلس لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد عبر انتخابات حرة ونزية برأي مراقبين فإن نجاح المبادرات التي يطلقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله بطيل في ظل تعقيدات الوضع الداخلي في البلاد مرهون بمدى تجاوب الأطراف الداخلية كافة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة وإسراعهما في إعداد الأطر القانونية المنظمة لانتخابات طال انتظارها أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق ستتولى خلال الفترة القادمة إعادة افتتاح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها من أجل إعطاء دفع إضافي للعلاقات التونسية السورية وتعزيز مختلف أوجه التعاون التونئي جذلك خلال اتصال هاتفي أجره المقداد مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار حسب ما أفاد به بيان للخارجية التونسية الذي أضاف أن الاتصال تناول العلاقات التونئية وسبل دعمها وتعزيزها والحرص المشترك على استعادة نسقها الطبيعي لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين أكد البيان والختم المبثق عن قمة دول جوار السودان على أن النزاع القائم في البلاد شأن داخلي مشددا على وجوب الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه وأعرب المشاركون في القمة من قادة دول جوار السودان عن قلقهم العميق إذا استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني الإنساني في السودان واتفق المجتمعون على إنشاء آلية وزرية تعقد اجتماعها الأول في تشارد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة نرى في هذه المبادرة مبادئ أصاسية مبادئ أصاسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلال السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان الانتقال إلى بر الأمان تحتاج إلى خطة تحتاج إلى جهد تحتاج إلى معاذرة وهذه المبادرة ستكون في نهاية المطافة هدفها تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني اللي سيكون عنده الأول لكلمة الأخيرة لتجاوض هذه المحنة كل دول الجوار تساعد الشعب السوداني حتى يحل المشاكله عبرت بلادي منذ اليوم الأول لاندلاع شرارة هذه الحرب المؤسفة والموجعة عن استعدادها للانخراط والمساهمة بفاعلية في أي جهود إقليمية ودولية لإيقاف هذه الحرب وعودة أشقائنا في السودان إلى الحوار الجاد والبناء من أجل التوافق على مستقبل السودان الديمقراطي الموحد الذي يسعى إلى الاستقرار والسلام والتنمية إلى الشانية الفلسطيني الآن حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الخامس 16 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم السيدة وأسير محرر وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اعتقلت قوات الاحتلال في طباص الأسير المحرر صهيب عاطف فزايد بن عودة ذي الخمسة والعشرين ربيعا من بلدة طمون جنوب المحافظة ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين كما اعتقلت في رمالله خمسة شبان آخرين وهو نفس المشهد بكل من القدس والخليل زار الرئيس والفلسطيني محمود عباس الأربعاء مدينة جنين لمتابعة عملية إعادة إعمارها بعد العدوان الصهيوني الأخير الذي خلف 12 شهيدا من بينهم أطفال وإصابة العشرات إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية جنين مدينة الصمود والتحدي كانت اليوم محطة لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإطلاع على أحوال سكانها والتفقد أثار الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الوحشي الأخير على المدينة ومخيمها وعلى سير إعادة الإعمار معربا عن شكره لكل من قدم الدعم لجنين إعادة الإعمار طورا كما كانت البلد وعشت المجال وهذا في السعر الوحدة الوضع فيها الرئيس عباس استهل هذه الزيارة بوضع إكليل من الظهور على أضرحة شهداء في مقبرة جنين التي تضم أيضا جثامين شهداء ارتقوا في العدوان الأخير مذكرا بدورهم البطولي لتحرير فلسطين بالتزامن مع ذلك كانت عدة مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم مصرحا لعماليات اعتقال واسعة النطاق طالت ستة عشر فلسطينيين من بينهم أسرى محررون تم اعتقالهم بحجج واهية جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان على الشعب الفلسطيني متواصلة آخرها استلاء مستوطنين على منزل عائلة في البلدة القادمة بمدينة القدس المحتلة كل لحظة مهددة أن المستوطنين يجوا يخلو هذا البيت وأنا مش من هلأ حاس بخطر أنا إلي من تقريبا سبعة وستة وسبعين وأنا بمحاكم في هذا البيت وفي خطر في هذا البيت كل لحظة بحس أنه ممكن أن أطلع من هذا البيت كل ما هو فلسطيني يطاله الإجرام الصهيوني الدموي عدة إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيمة دهيشة في بيت الأحم واعتدائها على سكانه بالرصاص والغاز السام كما جرفت أراضٍ واقتلعت العشرات من أشجار الزيتون في بلدة كفا الحارس شمال سلفيت أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس عن إسقاط عشرين مسيلة روسية وصرخي كروز خلال الليلة الماضية في هجوم جوي استهدف كييف ضمن ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحائها وتأتي هذه الضربة تزامناً مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلس في لتوانيا حيث تم الاتفاق على منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة صحفية من أن مقاتلات أف ستة عشر التي ستسلم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديداً نووياً وأكد لافروف في المقابلة أن مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة سيعتبر تهديداً من الغرب في المجال النووي مضيفاً أنه لا يمكن أن تتجهل روسيا قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية وأشار إلى أن موسكو حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من هذه الخطوة اختتمت أمس الأربعاء أشغال قمة النيتو بحضور قادة دول الحلف في العاصمة الليتوانية فيلينيوس حيث أكد الأعضاء على التزامهم بتقديم دعم عسكري لكييف يمتد لسنوات فيما وصف الرئيس الأوكراني فلودا ميرزلينسكي نتائج القمة بالجيدة أمام الحاح الرهين الدولي وتطوراته اختتم جمع قادة حلف جمال الأطلسي قمتهم المستمرة اليومين بالعاصمة الليتوانية فيلينيوس الحلف أطلق خطة جديدة للدفاع والردع وزيادة الإنفاق الدفاعي ومعها التزام أعضاء الكتلة العسكرية بتقديم ضمانات أمنية لكييف طويلة الأمد ضمانات تشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة وتدريب وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني الضمانات والوثائق والمجالس الاجتماعات مهمة ولكن المهمة الأكثر الحاحة الآن هي ضمان أسلحة كافية لأوكرانيا وللرئيس الأوكراني زيلينسكي وقواته المسلحة على همش القمة أصدر قادة مجموعة دول السبع بيانا أكدوا فيه استمرار دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها اليوم يطلق أعضاء مجموعة السبع إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا ويوضحون أن دعمنا سيستمر طويلا في المستقبل وبهذا تبدأ عملية تتفاوض من خلالها كل دولة من دولنا وأي دولة أخرى ترغب في المشاركة على التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل مع أوكرانيا سوف نساعد أوكرانيا على بناء دفاع قوي وقادر عبر البر والجو والبحر والذي سيكون قوة استقرار في المنطقة وردع أي تهديدات تعهدات وصفها الرئيس الأوكراني بالجيدة في حال تجسيدها رغم امتعاضه من شروط ضم بلاده إلى الحلف اليوم يمكن لمجموعة السبع تأكيد هذه الضمانات الأمنية وأعتقد أنه إذا حدث هذا فسنعمل عليه وسيكون نجاحا مهما حقا بالنسبة لنا يمكننا القول إن نتائج القمة جيدة ولكن إذا كانت هناك دعوة فستكون مثالية الغرب عبر أحد أكبر أذرعه العسكرية وإن كشف النقاب عن ضمانات الأمنية الجديدة لحماية أوكرانيا فإنه بعيون روسيا قد وضع العالم على مقربة من حرب عالمية ثالثة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو بأنه ليس على علم بالمقترحات الجديدة لاتفاقية تصدير الحبوب المتضمنة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي من المقرر أن تنتهي أو ينتهي العمل بها الاثنين المقبل لافروف نفى تقدم روسيا مقترحات لتركيا بشأن الاتفاقية معربا في السياق عن استعداد بلاده لتوريد الغذاء للدول المحتاجة على الرغم من القيود الغربية المفروضة عليها وفق تعبيره ليس لدي علم بشأن أي مقترحات جديدة على ما يبدو نحن نتحدث عما ناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة حول استعدادنا للعمل مع تركيا حول إمدادات الحبوب بشروط تفظيلية وخاصة القمح إلى البلدان النامية الأكثر حاجة لهذا المنتج أكد وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف الخميس أن بلاده تؤيد باستمرار تعزيز بنيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي لأنها أساس الأمن والاستقرار في المنطقة لافروف وخلال اجتماع مع نضرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكارتا نوها إلى أن موسكو تدرك جيدا أن مسعى هذاك لا يلقى التأييد من الجميع لكنها تسترشد بمهام موضوعية هذا وتسعى روسيا إلى تعزيز علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية أوثق مع آسيا خاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نحن نؤيد باستمرار تعزيز بنيتنا الخاصة والتي ينبغي أن تظل أساس الأمن والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادي نحن نعلم أن هذا الأمر لا يعجب البعض لكننا نسترشد ليس برغبات طرف ما وإنما بالمهام الموضوعية المتمثلة في تأمين السلام والاستقرار في هذا الفضاء الشاسع قال كبيرو الدبلوماسيين الصينيين وونغي الخميس إن الصين والأسيان تنضيان قدما في محادثات حول نسخة ثالثة من اتفاقية التجارة الحرة المسؤول الصيني وفي كلمة له خلال قمة أسيان المنعقدة بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا أكد أن بكين تدعم التنفيذ الكامل للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لافتا أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الأسيان وتجسيد الاتجاه الصحيح لتطوير العلاقات بين الجانبين في وقت يمر فيه النظام الدولي بتطورات عميقة ومعقدة وفق وصفه في الوقت الذي يمر فيه النظام الدولي بتطورات معقدة وعميقة فإن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الأسيان وتجسيد الاتجاه الصحيح لتطوير العلاقات بين الجانبين وتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة باستمرار من أجل خلق بيئة إستراتيجية أكثر ملاءمة لتنمية كل منهما وتنشيطه وكذلك للسلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وونغ يي في جاكارتا اليوم الخميس حيث تعقد اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا ويمثل وونغ الصين في اجتماعات جاكارتا بين آسيان ودول الشريكة بعدما قالت بكين إن وزير الخارجية تين جونغ لن يحضر لأسباب صحية والتقى بلينكين بيجين وونغ في بكين الشهر الماضي في أول زيارة لوزير خارجية الأمريكية للصين منذ خمس سنوات بهدف تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن إلى أخبار أرياضة الآن حيث تلقى الألعاب العربية صدا كبيرا بمدينة الجسور المعلقة قسنطينة شرق الجزائر تعلق كبير من الوفود المشاركة بهذه المدينة الساحرة التي باتت تأثير زائريها من مختلف البلدان المشاركة في هذه التظاهر الرياضية هنا في هذه الغرفة بإحدى فنادق مدينة قسنطينة شرق الجزائر تقيم لاعبات المنتخب الأردني للشطرنج غيداء محمد ورب القضاء التي قدمت إلى الجزائر رفقة وفد بلدهما للمشاركة في البطولة العربية في طبعتها الخامس عشرة بالجزائر من وقت ما وصلنا على الأراضي الجزائرية الحمد لله كان الاستقبال جدا جميل تعب المشوار كان كله راح وفرونا مواصلات السريع والحمد لله كان كل شيء منظم من حتى الأتيل الأكيل وقاعات اللعب راح نلعب فيها أنا بشكر إلى جزائر دولة وشعبا يحرك هذا البيدق فتتحرك معه دوافع الإبداع من جديد ليرسم أفق الأمر في استئناف ما كانت عليه الحضارة العربية لتكون منافسة الألعاب العربية بالجزائر جسرا جديدا نحولا من الشمل العربي وإعادة تمشيط ما هو قابع في طي النسيان فرصة جميلة أن نقدر نلتقي مع كل إخوان العرب في هذه البطولة على أرض الجزائر فشكرا للجزائر على إقامة هذه البطولة بعد انقطاع دام لأكثر من عقد نشكر قسنطينا ونشكر القائمين على هذه البطولة وكل من ساعد فيها ليس من رأى كمن سمع أو هكذا وصفوا سحر مدينة قسنطينا وتعامل الجزائريين معهن وما لقينه من ترحاب وسعة صدر منذ وصولهن إلى أم الحواظر مدينة قسنطينا مدينة سياحية جميلة جدا وجزابة تفاجأنا نحن فيها شفنا صور وشفنا يوتيوبات قبل ما نجيه لكن بعد القدومنا تفاجأنا أنه الوجود بالمدينة غير الشوف غير مشاهدة الفيديوهات فكانت جدا ساحرة بالطبيعة كانت جدا خلابي صراحة المناظر هون من طبيعة من مباني من الناس طبعا الشعب الجزائري جدا طيب وجدا خدوم فأنا كثير سعيدة هون ومبسوطة كثير بوجودي في هذه المدينة فيها متاحف فيها طبيعة فيها جسور معلقة مناظر كثير خلابة أولمبياد العرب في الجزائر سيبقى تاريخا مشرقا لإنجاز الحلم العربي وتدشين عصر جديد تتحقق فيه أحلام الأمة العربية لتكون طبعة الجزائر تجديدا لقمة لم الشمل وتذكيرا للعرب بانتمائهم لأمة واحدة ختام النشرة شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر